اشتركوا في القناة اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اهلا بكم ومرحبا في المؤتمر السابع عشر لجمعية اطباء اطفال صعيد مصر احضرت الكتور مجدي في المؤتمرات الاولانية وكانت كلها قوية والعلم واستمرار العلم ونشر العلم دي حاجة جميلة جدا فشكرين لك الكتور مجدي على نشر هذا العلم انا هتكلم على الكلينيك الابروتش تو مالتي سيستم انفلاماتري سندروم ان كريتيكلي النيونيات حضرتكم سمعتوا على المالتي سيستم انفلاماتري سندروم ان شيلدرن معلش هو المالتي سيستم انفلاماتري سندروم ان شيلدرن اللي بيجي بعد الكوفيد في السنتين اللي فاتوا احنا في عين شامس جالنا حوالي 300 طفل عندهم ميسي بنقول عليه ميسي اللي هو مالتي سيستم انفلاماتري سندروم اللي بيجي بعد الكوفيد بيجي بعد الكوفيد يعني ايه الكلام ده يعني الام وهي حامل جالها كورونا هيحصل ايه في الطفل للام اللي جالها كوفيد الطفل حيتويلد شكله ايه ايه الاحتمالات اللي الام متوقعينة في الام اولا الام ممكن اللون اللونها احمر دي جالها كوفيد الام ممكن يكون جالها كوفيد تولد طفل طبيعي معندوش حاجة in the first week زي ما انتم شايفينه هنا ونيجي بعد كده هو بعدها بسبوعين لاربع اسابيع يجيله late onset كوفيد 19 يعني البيبي اللي تولد يجيله هو كمان كوفيد نيجي للام التانية ام ما جالهاش كوفيد ما عندهاش كوفيد دلوقتي ام طبيعية خلف الطفل طبيعي بس الطفل الطبيعي دول ابو جدته اخواته عندهم كورونا اتعدى وبقى لقى عنده late onset new natal كوفيد 19 بعد الاحيان الام يبقى عندها كوفيد تولد بيبي يجيله هو كمان كوفيد اللي هو early new natal onset new natal كوفيد يعني بعد اما تولد باسبوع جاله هو كوفيد ممكن ميبقاش باين عليه وممكن يباين عليه سيفير اوكي انما الولد ده الطفل ده غالبا اللي هيجيله miss c اللي هو بعد اه ممكن لحد اربع اسابيع يجيله missy الميسي ده جماعة مش زي كوفيد الميسي ده شديد جدا اللي فيكم شايف الميسي يعرف انه هو شديد يعني ايه missy اللي هو multi system inflammatory syndrome in childhood ليه قلت عليه childhood لانه جاله بعد شهر فهو عدينا فترة الفنسي طب نيجي كده ممكن الام ممكن يبعى عندها كوفيد وتخلي التفت طبيعي وارد رار بس وارد نيجي بقى الموضوع بتاعنا ان الام في الاخرى عندها كوفيد وخلي في الطفل اللي حييله الميس ان ده المالتي سيفت ستم انفلاماتري سيندروم اندينيونيت اللي هو موضوعنا النهاردة اللي احنا بنتكلم عليه هل يطرى الامهات دول جالهم امتى الكوفيد وهيحصل ايه حنشوف الكلام بتاع what is the clinical approach for diagnosing الميس ان يعني العيان هشخصه ازاي عندي خمسة steps number one لازم يبقى نيونيت in the first 28 days وبعدين الام اقدر احلف انها كان عندها كوفيد يعني انا كلينيكيا الاقي history of epidemiology انها تعرضت لكوفيد او اللاب اعمل لها cirrhology وحنقول ايه الحاجات واكشف على الطفل الاقيه clinical criteria in the new net عندي criteria اللي حنتفق عليها دلوقتي وعندي lab evidence of inflammation في البيبي اعمل investigations بتاعته ونوق alternative diagnosis انا ما عنديش diagnosis تاني غير ده فبقى انا عندي diagnosis this is miss n الام بقى يعني ايه lab or epidemiology الام عندها ايه يا اما اعمل اللاب تلت حاجات موجودين في الام عشان اتأكد ان ايه كان عندها يا اما اعمل لها test الاقيها عندها الPCR بتاعها positive السيرولوجي او الIgG والIgM او الانتيجن او الام تقول لي والله انا عييت وكان الناس حوالي كانوا عينين وكانوا confirmed مثلا انا جوزي كانوا او كنت قاعدة مع الناس في الشغل معي وقال لهم this is evidence ان الام ده تاني criteria ان الام كان عندها history of covid او الاقي في دمها دليل او اسبت بقى في البيبي اجي بص في البيبي او اعملاله IgG positive but not IgM اهتم بالIg مهم قوي الIgG لان ده معناته ان ده ممكن العيان يبقى miss n فده اللاب نمرة اتنين ايه criteria number one الاقي severely illunate ومعي two or more organs number one cardiac renal respiratory hematology GIT dermatological او neurologic ال Temperature مهمة بس مش قوي ليه لان النيونate عنده temperature instability فممكن بالعني بهايبو ثيرمي حتى الcardiac affection is very important والقلب لما يبقى افكتد ممكن يبقى only criteria مش محتاجة أي criteria معي اتبانت اول بAV conduction defects أو coronary dilatation أو aneurysms without involvement of a second organ اعمل ايه للبيبي investigations دي حاجات بيزيك عندنا احنا كلنا حافظينها في الميسي CRP والESR والCRP مهمة اوي لان احنا يا جماعة في الميسي في اتاكس وميسي احنا شفنا ارقام للCRP انا عمري ما كنت بس معا عنها يعني احنا كان اخلينا في CRP ايام الزمان CRP بقى 30 50 انما CRP بقى و300 احنا مكناش نسمع الارقام دي احنا بقينا نشوف في الميسي الESR بيبقى عالي كمان فابرينوجين عالي مش موجود عندنا في مصر اوي but it's very important الدي دايمر خدوا بالكو احنا كناش قبل كده بنعمل دلوقتي بقى الروتين عندنا بينا نلاقي انه هو عالي وممكن البيشن دول بيجي لهم thrombosis الferritin ال ldh interleukin 6 وبعد الاحيان elevated lymphocytes ويبقى عندنا decreased lymphocytes و البابن وبعد كده هنشوف الplatelets كمان ومهم اوي انا ما عنديش alternative diagnosis يعني انا مثلا النيونيت دا ما عنديوش birth asphyxia عرفها ازاي الbirth asphyxia بعرف الPH في cord blood دي بقلي من السبعة او أبجر هقلي من 3 at 5 minutes او بعندوش viral or bacterial sepsis بان انا اعمل blood culture وانا excluding maternal lupus بعد الاحيان الام طبعا يبقى عندها lupus ونتعرفش يعني يتخلف بيبي عنده conduction defect وحنشوف ان احنا احد الحاجات اللفتت الناس ان في حاجة اسمها miss an ان لقوا مرة واحدة رش عيال كتير عندهم conduction defects فانا فيهم لازم اتأكد ان الام لديه lupus قبل ما شخص miss an so in the presence of these findings with no other diagnosis الخمسة قبل الحاجات اللي احنا قلناهم i have to exclude asphyxia with sepsis and material lupus يبقى i'm left with the diagnosis of miss an وبالتالي بنقدينا بنبص اهو على ازاي الام وهي حامل جالها covid وعملت antibodies وخلفت newnet عنده antibodies والantibodies جياله from the mother فعملت attacking to all his systems بالعكس ده نيونيت اتولد طبيعي وبعدين اتعدى من مامته عمل antibodies بنفسه مش antibodies مستوردة زي هنا ودخل برضو attacking in all the systems of the body ولمتيجو هنا في القلب يعني يبصوا اهو affecting inflammatory cells و acute injury العيان يخش في شوك skin rash acute kinji injury encephalopathy with seizures respiratory infections and the whole mark طبعا اللي بيخوف هو الهارت لما بيحصل لكورون ريدي تيشن بريكاردي الفيوشن كاريك ديشفنكشن the conduction abnormalities and pulmonary hypertension 61% of the mothers are asymptomatic symptomatic in 39% and less than 33 weeks in 20% any gestational age لما يتولد هو أول ما يتولد هيبقى عنده ولا ما بين 15 يوم ولا 28 يوم في أي وقت في الأول 28 يوم بس أول خمس أيام بيبقى very difficult to diagnose وهم وهم علشان كده قسموا المسئن لاحكتين قالوا early misئن اللي هو بيحصل في أول 72 ساعة وده بيقول due to transplacental passage من الأم للبيبي للسارس COVID-2 antibodies تحصل بعد 72 ساعة الانتيباض يأما من البيبي بعد ما أخذ هو أو قتله من أمه بعد كده إمتى الأم عادت البيبي ممكن نيوترو انترابارتم أو بوسبارت طيب يبقى أنا دلوقتي أنا هشك في المسئن ده إزاي ألا أن يونيت عنده قل من 28 يوم الأم عندها سارس COVID-2 أنا عرفتها إزاي حكت لي إنها جالها يا إما ليت بإن أنا شفت عندها الانتيباض أو PCR البيبي يجيني بمالتي أورجن فالي أو ريسبيرات دي سترس بلاس مهم قوي الحتة دي your patient is not responding to treatment into you are giving the regular treatment والعيان is not responding I'm giving the regular treatment أنا بعمل اللي علي وعياني not responding okay you have to exclude miss an you cannot imagine أنا يعني مثلا إحنا كم يعني أنا بعد ما ديت المحاضرة دي كم العيانين إحنا ديت her triggered by a patient كان عندها كده جاي respiratory distress not responding اعملوا الانتيباض للبيبي تلع IGG positive أخذ IVIG العيان responded after I gave this lecture أنا مش أدر أقول كم من ناس اللي تكلم with different symptoms in the NICU in the past period they only responded after they have put miss and they have been thinking of it and treating the patient as a miss n so diagnosis of miss n needs a high index of suspicion لازم نتوقع إحنا في مرحلة بقى أن إحنا مش نستنى لحاجة نتوقع حي يجيدي إزاي ييجي بيبي بريسنتين إزاي تيبكي الفيتشور are absent مياش دائما مش complete مش حديقي كله مية في المية موجود إنما يبتدي عندي variable severity عندي mild في term وسيفير disease وكارديك dysfunction في pre-term يعني كلما كان term كان مائل يبتدي واحدة واحدة ممكن في الآخر بكارديك أفكشن سيفير إنما ممكن يبتدي gradual الفيفر زي ما قلت الحضرات كم البيركس response is poorly developed فمش شرط يبقوا سخنين الأكو is important to give a critical diagnostic information الميس أكتشفوا الميس أنس زي ما قلت حضراتك بال conduction abnormalities ولقون عندهم AV block و prolong QT interval or thrombosis even واحد الحاجات الثانية اللي ألاقوها كمان إن persistent palmy hypertension of the newborn that was resistant to treatment تلعت due to the presence of miss N طب العيام الكارديك affection الكام في المية الكارديك فكشن تسعين في المية الهيمتولوجيك تعدوهم thrombosis في عشرة في المية وغاستر انتستان بيدي في عشرة خمسة وخمسين في المية ريس بايراتري افكشن جي اي تي في 30 عشرة نيرولوجيك الكتينيس رينال and temperature افكشن وخدوا بالكم إن أي عيان distressed احنا الناس بنتخدش بالها من الكارديك لأن مفيش سمتم معينة الكارديك كل الناس فكرين ان الكوفيد بتيجي تأثر على ال ال ريس بايراتري سيستم بس لاي جماع هي بتأثر على الهارت بدليل البوست كوفيد تكيكارديا للناس بتعايش فيها بالشغور والبوست كوفيد синدروم س بس بص النيونيد ده عند أورال التشققات والذي البيلنج اللي موجود في النيونيد بالضبط زي ما كنا بنشوف في الميس آن والكواساكي ميلينا في البيترم شايفين شكل رجلي طبعا انتقدروا تقولوا إنه البيترم مع ميلينا العيان ده الانفتيجيشن اللي عملتها زي ما قولنا نعملنا السي بي سي والإي اس آر والسي آر بروكالسيتونن وبعمل معاهم اليورين اناليس وبعمل اكس ري وابدومي الاتراساون افنيدد وبعمل افتلعوا الحاجات دي بوزتف لو الاس آر افتلع اكتر من اربعين والسي آر بي في الليتراتش كاتبينو اكتر من خمسة طبعا احنا سي آر بي خمسة ده عندنا شكله ايه ايه رأيكم في سي آر بي خمسة في مصر نورمل احنا سي آر بي بتاعنا اكتر من ستة نعتبره أبنورمل والاقي one of the following العيان بتاع الميسان بيبقى عنده الينفوبينيا أقل من ألف البليتلس ممكن تبقى ألف مية وخمسين ألف ألب من أقل من ثلاثة وهيبوناتريميا واحد من الميسي والميسان هو الهيبوناتريميا العيان ده عمله كارديك ماركر بتروبونين والبين بي اي سي جي في البيبي والأم ولازم عمل أكو ولو العيان جيلي بهايبو تنشن و بري شوك it is منداتري روتين دلوقتي لان احنا تدو أن أكو أن تأكسكلود أن العيان عنده ميسي أي عيان داخل بشوك دلوقتي في الاستقبال و دو أن أكو تأكسكلود ميسي أو ميسان بنلاقي عندهم إبائي كارديك فإن 44% واحد السادس كان عندهم أريدميا ديولاتي كورونار 12% إنترا كارديك ثرومبوس 8% و شوك أو كارديك ديسفنق 20% ومهم جدا أنكم تعرفوا أنكم تأكسكلود في هذا عمر سي سي يعني يونيتي يجيلوا أنيوريزم وعيش بي بئة حياته ومشي على أنتو كواجلاتي هذا مهم مهم بيك مهم بإمكاني بإمكاني وإمكاني وإمكاني حياتي حياتي العينيين يبقى عندهم لفترق ديولاتي لفترق ديولاتي لفترق كورونار ثرومبوس على العينيين هذا مثل العينيين عنده مهم وده عينيين من الأتاك مجرد إجكشن فركشن نزل 18.1% والعينيين دول على فكرة بيذوي بتحسين بيذوي 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 ده هايبريكووك من الإسكيميا التي توجد بيذوي مهم من ده نوري فيه ده الأورطة وطالع منه ده وهنا ورائد ويوسعوا كورونار المس يعمل كورونار وهنا ده ليس تلاتيشن بس فيه ثرومبوس كمان فيه ثرومبوس ويسرح ويسرح المنزل ويسرح 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 شك في 4-5% شك كم أشترح ووه ويسرح 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 كيف سألتح ستيروائد؟ بإعطاء مفيد أو إضافة إضافة في 100% هذا ويسرح المنزل ويسرح المنزل ويسرح لتعرف أنه يوجد مدينة في كل مدينة ويسرح لكن بسيطة يجب أن يكون بإعطاء مفيد لتعرف أنه مفيد يمكن أن باستخدام لكن يكون مفيد يكون مفيد في ردو ويسرح ويسرح لتعرف هم سيسرح مفيد بإعطاء المنزل ويسرح مفيد إذا لا مفيد سيسرح المنزل يمكن أن مفيد مفيد ويسرح ويسرح يقولون أن المنزل سيسرح المنزل 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 مفيد سيسرح ويسرح المنزل 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 مفيد فلما جاء المنزل أبدأنا أن نتعرف عليها أكثر ونعرفها نحن شخصنا المنزل في المنزل الأول وأخذنا خبرة وعرفنا أن المنزل ما نحظر معه قوي يعني الطفل يجب أن يجي على رجليه على الصبح يدخلين في الرعاية وشوقت فبقى ناخد الأمور مبعدن ومستحفظ لذلك نتعلم من المعارضة الماضية، و شكراً لكم. شكراً لكم. كل مجموعة كل ناس قدوا أرقام مختلفة. لكن هي. يعني حنقول من 12% لعشرين في المية مثلاً. According to the cohort. زي برضو في الليتريتشر. يعني إحنا مثلاً في الويف الأولية إحنا بتاعتنا في عين شمس في الميسي في الأطفال. إحنا طلعنا نسبة الكورانري أفكشن أكتر من آخر ويف. يعني العارفين الويف بتاعت الدلتا دي. كان مثلاً إحنا أول أول ويف قابلناها. كان بالنسبة لنا الهارت أفكشن دي نمبر وان. تاني ويف بقت الهارت تيجي ومعها سي أن اس. تالت ويف بقينا نشوف جي آي تي أبنا. فالله أنا أنا مش بقول جي آي تي سنتم زي إسهال وقاء. أنا بقول سوبيري الميزانتريك فرومبوزيس. أنا أنا بكلم على مور سيريس. يعني زي ما يكون الأنتباضيس دي هتخرج وهتهاجم حاجة. الهارت أفكشن قاسم أعظم مشترك فيها. يعني زي ما العيام بيجيلوا سكين بتاعوا بيحمروا بيجيلوا راشوا يعني بتحمر كده هو. الهارت كتير بيبقى انفولف. بس أنا يعني زي ما تقولوا كده الأنتباضيس لما تبقى ملخومة بتضرب في حتة تانية. بتضرب القلب بحن قل. طويل. يعني كان هناك يحضر الميزاني للغانية، مجرد سكين بيجيلوا في حتة تانية. نعم، 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 كثيرة. مع ميلا، 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 وميلا، وميلا، وميلا وهي مواد وخطي لغانية. بس هو النقطة كمان أنه هو، نتروني للغانية لغانية لغانية. مثل البولمية تنظر لغانية للغانية، في الإيواج يترون العيين يترون. ريسپايراتي دسترس لا يتواجد لتريتمنت أسلح الهارت فيلير اللي عندي اليونيت مش بأنت فيلير مجرس بس بي ويذ اي بي اجي ان كورتيكوستيرويد يس 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 الماني اف دم يس يس شكرا دكتور علي ربنا بارك فيك دعا عمل دؤوب لا يتوقف من إدارة جمعية أطباء أطفال صعيد مصر الذين لم يدخلوا بوقتهم وعلمهم وعملهم من أجل الارتقاء بمبادئ وأخلاقيات مهنتهم السامية سعي مستمر بخطوات ثابتة نحو تقديم العون بتوفير مبتمع آمن ومعاف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة